انت وهو بتحب انه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل وشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالامرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوفي انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود للعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير ديتيل او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم تشوف انه طاقته نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادى الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اللي انذا عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بدي يساويه او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية معك وشخصية تطلبها وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون شخص كوميدي شخص يقدم انترتيمنت او يقدم الترفيه فلابد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة لشخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتنقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما فيه اشي جديد بحياة هالشخص او دائما عم يقدم لك اشي جديد او دائما بتشوفه بشخصية جديدة او بصعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد بتكتشفه بخخصيته او بطبيعة هالشخص طيب المسبل اللي طاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون سبب الخلافات اللي بينكم هالكيمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لانه هالكيمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى انه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بالشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص ايضا فيه كتير فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتير يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السلمات ولكن فيه بينكم بعد المسافة ممكن تكون بعد المسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انت متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما صرف عم يحاول يبادل شخص الاخر من حياته او عم يحاول يخلي مسافات قدر المستطع لانه عندك في ستار كارد فانتو تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم اياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسا هي امنية لسا ما تحققت لسا بعيدة المدى ايضا فيه بينكم فيه بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه فيه عندك هون ايس اف وانز بعدين كين وفصول يعني فيه عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتمتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بيتحسن بسرعة وبعدين بيجع ينطلب الوضع بسرعة ايضا ايضا العلاقة بينكم امشوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة طرفين بيها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق لتحليل الامور ما فيه كتير او ما فيه كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما فيه تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالذات للطرف هاد فيه عنده كتير كرامة عالية فهو دائما يستخدم المنطق لتحليل الامور طيب تشوفت خطواتك القادمة في المستقبل فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي اللي الهدفك في الحياة او اللي المفروض تساوي في الحياة فعم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساويه بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة او سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك في الحياة ممكن ايضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وايضا رح تركز على مانتياتك او بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية اكتر يعني بالمستقبل عم شوف للبعض منكم بده ارتباط مع هالشخص او بده الزواج مع هالشخص لانه عندك اهيرفنت اهيرفنت او البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك او طاقتك بانك تكتشف شو اللي بتريده ممكن انت هم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبين هالشخص وتشوف انه هو هال تحاول عم تكتشف انه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف انه بالمستقبل عم تفكر انه تكون جدي اكتر تكون براكتكل اكتر او تكون منطقي اكتر في عندك ايضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل او رح تقابل شخص ايضا ممكن انت محطوط او رح تنحط بطريق بالمستقبل لانه في عندك two of ones في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل انت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوثق بين المادة وبين الحياة العاطفية او بين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن انت عم تحس انه في اشي عم ياخد من اشي يعني اذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص واذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل منشفت خطوات الحبيب القادمة حبيبك او شريكك عنده فينكس رايزن يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا وفي عنده شفت او في عنده صفحة جديدة رح يبده فيها او مطرحة جديدة رح يبده فيه ايضا بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها قبل ما انسى ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج هوائية ابراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور ايضا ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لانه هالكرت بتوع برج السرطان الغالبية كرت السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك الاغلبية ممكن برج السرطان او شخص فيه عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي ايضا فيه عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف انه فيه عنده هدف هالشخص عم يسعى لاجله او فيه عنده تقدم رح يصير كتير ملحوظ وكتير سريع اعم شوفه من الناحية المادية شخص يعني متمكن او فيه عنده كتير عالي للوضع المادي ام نطمح الى انجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك انت وام ام شوف ايضا انه هو يشوف انه العلاقة من اجل انه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح ايضا يعني هالشخص بيفهم انه المادة طبعا مش كل اشي ولكن بيفهم انه هي اشي كتير مهم من اجل تكوين اسرة او تربية طفل او اشي مثل هيك او عم شوف انه هو فيه شخص كتير مصمم اذا انتم منفصلين مش عم تحكوا مع بعض شخص فيه عنده كتير ارادة وتصميم انه دائما كل ما الامور بتخرب يصلحها مرة تانية او مستعد انه يحط المجهود مشان يصلحها مرة تانية او يصلحك مرة تانية او تتوفقه بالعلاقة مرة تانية يعني ام شوفه شخص كتير صبور مع انه متهور متقلب المزاج الى انه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن تتغير طاقته سعي مش عم بارف احكي اليوم ممكن تتغير طاقته كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبول اوبن ميندد عقليته منفتحه بيحب يسمع اراء اخرى طيب نشوف طاقتكم بالمستقبل شو رح يصير سايكلز هالكرت اجا بنفس المطرح لبرج الجدي فاذا بتحب تتابع القراعة هذه ممكن تفيدك باشي معين لانه بنفس المطرح اجا فبالنسبة لطاقتكم بالمستقبل عم شوف انه في عندكم شفت وتغيرات رح تصير بينك وبين هالشخص في بينكم لسه رح يكون في تحفظ بالمستقبل الى انه الوضع المادي رح يكون مليح بينكم لانه انتو هو اشخاص كتير مصممين في عندكم عزيمة وارادة اشخاص ايضا بدكم تكونوا اسرة مع بعض انتو هو عم شوفكم عم تطمحوا الى تكوين اسرة مع بعض برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الامور او في عندكم شوي اللي خبطة باتخاذ القرار الى انه الهدف النهائي بالنسبة للكم الاثنين هو تكوين اسرة وعم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الامكان ايضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرض سلطة بينكم يعني لسه رحي حبيبك او شخص اني عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين انه هالشخص كتير عميد او فيه بينكم وبين بعض كتير عند وعم تحاول انه اه يعني كل واحد يفرض سلطه بالوضع او ممكن انت تحس انه هو عم يحاول دائما انه يفرض سلطه اذا انت رجل ممكن الامرأة اللي عم تتعامل معها تكون امرأة شخصيتها كتير قوية واذا انت امرأة ممكن رجل اللي عم تتعاملي معه يكون شخصيته كتير كتير قوية وبيحب يكون هو اللي دائما مسيطر على الامور ولكن عم شوف انه الطريق بينكم شوي صعب شوي فيه تحرك فيه ما فيه خط ثابت لحد الان يعني لسه فيه طلعات وفيه نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم تصير بينكم الهدف النهائي من الطرفين بها القراءة بها العلاقة هو انه يكونوا اسرة مع بعض عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا اسرة مع بعض همشوفكم عم تعتبروا بعض سولميت ورفقاء ضرب ايضا ممكن تكونوا الاثنين عم توفروا من الناحية المادية من عجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم تصارح لانه بدوا يكونوا اسرة مع هالشخص عم يشوف انه انتو الاثنين عم تخبوا اشي مادي ممكن عم توفروا اشي مادي من اجل خطوبة او زواج او من اجل صرفيات من اجل انه تنفقوها على اشي معين اوكي حبايبي برج الدلو بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شاري وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم